تشرف أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب برفع رديهما على خطاب العرش السامي حيث أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في رد المجلس أن خطبة العرش التي عبرت بوضوح وجلاء عن نبض الشارع الأردني وحاجات الأردنيين ومطالبهم وأمالهم وطموحاتهم شكلت خارطة طريق للنهوض بالأردن فإن مجلس الأعيان يتشرف بأن يرفع إلى مقامكم السامي صادق الشكر وعميق الامتنان لتفضلكم بافتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة السابع عشر وإلقاء خطبة العرش التي عبرت بوضوح وجلاء عن نبض الشارع الأردني وحاجات الأردنيين ومطالبهم وأمالهم وطموحاتهم فكانت بحق خارطة طريق للأردنيين جميعا للنهوض بالأردن والسير به في معارج الرقي والتقدم والتنمية المستدامة في كل مناح الحياة وإننا إذ نسجل تقديرنا العميق لهذه الرؤى الإصلاحية فإننا نرى في ذلك كله ملامح واضحة لمرحلة جديدة على طريق الإصلاح الشامل يتفتح فيها الربيع الأردني حتى يصير روضة يانعة في زمن التحولات العربية وأوضح رئيس مجلس الأعيان أن دور الأردن الإيجابي تجلى في سائر القضايا الإقليمية والدولية وخاصة القضية الفلسطينية إن مجلس الأعيان يشرفه أن يعبر عن اعتزازه وفخره بتأكيد جلالتكم على أن الأردن قادر على مواجهة جميع التحديات الخارجية وأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بالمرصاد لكل من يحاول العبثة بأمن الوطن وسيادته مما يستدعي دعمها وإسنادها كما يؤكد المجلس اعتزازه بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي الكفيل بأن يقف سدًا منيعًا في وجه التحديات ولن نسمح لقوى أن تؤثر على أي قوى أن تؤثر على مسيرة وطننا الصاعدة بإذن الله وقد تجلى دول الأردن الإيجابي المميز في سائر القضايا الإقليمية والدولية وخاصةً القضية الفلسطينية حيث لا زلتم جلالتكم تؤكدون في كل مناسبة على دعم الأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم التاريخية والوطنية في أرضهم وفي مقدمتها حق العودة وبناء دولتهم المستقلة على ترابهم الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف والوقوف بعزمٍ وتصميم في وجه أي محاولاتٍ أو آراءٍ من أي جهةٍ تحاول العبثة بمصير أو مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة أو بالهوية الفلسطينية صاحب الجلالة إن النهج الذي رسمتموه لنا في خطبة العرش يمثل خارطة عملٍ متكاملٍ في السير الحديث نحو استكمال البناء الديمقراطي وهو نهجٌ إصلاحيٌ شامل يحتاج إلى أدواتٍ تنفيذيةٍ فاعلة وإلى تطابق القول مع الفعل لتتكامل وتتمازج فيه سائر مكونات مجتمعنا الأردني حكومةً ومجلس أمة ومواطنين بصورةٍ واعيةٍ واضحة ملتزمةٍ بمصلحة الأردني أولاً وآخراً تحت مظلة الدستور وبإسنادٍ من قطاءٍ عادل وإعلامٍ مهنيٍ مسؤول وهذا النهج غير قابلٍ للاتفاف عليه أو المساس به وكل ذلك يؤكد عزم جلالتكم وإصراركم ونحن معكم على مواصلة عملية الإصلاح والتحديث لكل مناحي حياتنا حتى نصل بالأردني إلى مصاف الدول المتقدمة في شتى مجالات الحياة المعاصرة من جانبه أكد رئيس مجلس النواب سعد هيري سرور أن مجلس النواب يقدر عالياً رؤية جلالة الملك الحكيمة للمضي قدماً على طريق الإصلاح الشامل لإرساء المزيد من أسس الدموقراطية الحق فما تحقق من تعديلاتٍ دستورية أمرٌ يبعث على الفخر والاعتزاز باعتباره مفصلاً مهماً في إطار مسيرة الإصلاح الشامل وتأكيداً للتوازن والفصل والتكامل بين السلطات ودعماً لمجلس النواب ولدوره ومهامه الدستورية وتمتيناً للبناء الدستوري والقانوني في وطنٍ حرٍ كريم يعتز باستحداث محكمةٍ دستوريةٍ مستقلةٍ بذاتها تختص بتفسير نصوص الدستور وتبسط رقابتها الدستورية على القوانين والأنظمة كافة واستحداث هيئة مستقلة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في سائر مراحلها ضماناً للنزاهة والحيادية ولقد كانت الانتخابات النيابية الأخيرة تجربةً طيبة وبشهادة المراقبين محلياً وأقليمياً ودولياً وهي تجربة تحفز مجلس النواب للتطلع إلى دورٍ أكثر فاعليةً للهيئة لتطوير آليات عملها وتجديد وسائلها بما يمكنها من اكتساب المزيد من الخبرة والمهارات وبما يعزز دورها في إجراء انتخاباتٍ تتماهى مع أرقى المعايير الدولية وبين سرور أن مجلس النواب عاقد العزم على أداء دوره كاملاً والنهوض مسؤولياته بأمانة وأخلاص للإسهام في تعزيز ثقة المواطن في السلطة التشريعية وفي ضوء تقييم مسيرة العمل سيقوم المجلس بمراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب واضعاً نصب عينيه ضمان حق المشاركة للجميع أحزاباً وأفراداً وعلى نحوٍ يكفل عدالة التمثيل ويصون أمن الوطني واستقراره ويحظى بالتوافق الوطني على طريق ترسيخ نحج الحكومات البرلمانية المنبثقة عن انتخاباتٍ نيابيةٍ حرةٍ ونزيها يتنافس فيها الجميع وفق إرادتهم وبرامجهم ورؤاهم الحرة وصولاً إلى حالة يمكن معها بإذن الله وجود أحزاب تتمتع بأغلبيةٍ برلمانية تنبثق عنها حكوماتٌ تتزامن فترة ولايتها مع فترة ولاية المجلس النواب لأربع سنواتٍ وفق المبدأ الدستوري وفي الإطار ذاته يبارك مجلس النواب دعوة جلالتكم لإجراء التعديلات اللازمة على جميع التشريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية كي تتواءم معها ولتكون بحق محطةً مضيئة في مسيرتنا الإصلاحية وسيعمل مجلس النواب كذلك وبكل العناية والاهتمام على إصلاح منظومة القوانين التي تلبي طموحات شعبنا الكريم ومنها قانون منع الكسب غير المشروع والذي يعطي لأجهزة الدولة الرقابية الحق بالحصول على إجاباتٍ واضحة عن مصادر الثروة أو الزيادة التي طرأت عليها وهو القانون الذي كان مجلس النواب السادس عشر قرر الطلب إلى الحكومة تقديمه إليه هذا فضلاً عن قوانين ضريبة الدخل والتقاعد المدني وحماية المستهلك والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وسوى ذلك من التشريعات وبما يحقق العدالة بين الجميع ويعطي كل ذي حقٍ حقه وتشرف أعضاء مجلس الأمة بمصافحة جلالة الملك ويعد خطاب العرش السامي منارةً يهتدي بها أعضاء مجلس الأمة في عملهم الرقابي والتشريعي وصولاً إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة سياسياً وأقتصادياً واجتماعياً والتي يتوق لها المواطن الأردني ويتطلع إليها فيصل بصبوس قصر رغدان العامر